أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي على أهمية الدورة الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية فيما يخص تدبير الأصناف وكميات لازمة من الأدوية والمستحضرات الطبية من خلال ألية الشراء الموحد لسيما في ظل الأزمة العالمية الرهنة وقال ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الهيئة الواء طبيب بهاء الدين زيدان لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة وأشار الرئيس الوزراء إلى دور هيئة الشراء الموحد للدواء في المساعدة في تنفيذ خطة لتوطين صناعة الدواء في مصر للاستفادة من المقاومات والفرص الوعدة وطنيا في هذا المجال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستعرض اللقاء آخر التطورات المتعلقة بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية حيث سيتم البدء بتنفيذ ستة مخازن على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير جودة التخزين العالمية شكرا شكرا شكرا